أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة بدل أقصى الجهود لتوفير الأراضي الجاهزة لإقامة محطات لتحلية المياه البحرى حيث تصل طاقة الإجمالية إلى نحو 2 مليون متر مكعب يومياً وذلك استعداداً لطرحها على شركات القطاع الخاص وشدد مدبولي في هذا الإطار خلال اجتماعه لمتابعة موقف الأراضي المزمع طرحها على القطاع الخاص لإقامة محطات لتحلية مياه البحرى شدد مدبولي على أهمية جاهزية هذه الأراضي دون أي معوقات وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحرى حتى عام 2050 والتوسع نحو إقامة المزيد من محطات التحلية لإتاحة المياه النقية خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص كخطوة أولى على طريق زيادة مشاركته في الاقتصاد خلال السنوات القليلة القادمة شكرا